احنا كده فهمين انه التنسيق الالكتروني ده حاجة اسهل من السهولة وبالذات الجيل بتاعي يعني طيب هل المسألة بتاخد وقت؟ يعني من اول ما انا بقدم وبعدين يغلق الباب خلاص كده الموقع قفل على المرحلة الاولى احنا كده خلصنا يوم من الاربع انا امتى بعرف بقى انا داخل ايه؟ احنا طبعا مجرد ما بنقفل الموقع بناخد يومين ثلاثة فرز رغبات فرز رغبات احنا بما عندنا عداد محددة بنقدر نفرز رغبات الطلبة بعد كده اللجنة العليا للتنسيق ده مشكلة بقرب من مجلسها للجماعات دي برئاسة معالي الوزير وعدد مرسل الجماعات والامين عامل المجلس اللجنة دي بتقبل اعلان نتيجة بتجتمع وبتحط بقى الحدود الدنيا وبتحط الاعداد اللجنة دي مسؤولة عن كل حاجة بعد كده اللجنة بعد ما تفعل المجامع والحدود الدنيا للكليات تاني يوم او بعدها بيوم معالي الوزير بيعلن نتيجة المرحلة أولى في بيان صحفي اليوم اللي بيعلن فيه معالي الوزير عن نتيجة المرحلة الأولى بيعلن عن بداية المرحلة التانية على طول يعني بنبدأ في مرحلة تانية تاني يوم على طول على الساس برضو انت عارف الفترة التنسيق فترة اليام مليلة وعندنا برضو شهادات تانية شهادات عربية وأجنبية وعندنا شهادات فنية وفيه شهادات كتير جدا فاحنا الفترة دقيقة وبنتطر يعني بنضطر نحن نستعجل شوية بس استعجال مش استعجال يعني بتاني هل من الوارد انه طالب يقول انه حصل خطأ ما ومن حقه انه هو يعني يطلب تصحيح الخطأ مش خطأ وهو يقول مثلا والله لأ جمعنا كنت كتب كذا وكذا 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 وبردو ما جتليش بص حضرتك الموقع بسجل للطالب دخل إمتى بالضيئة أو بالساعة أو بالثانية يعني ايه احنا شايفيناك 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 يعني الطالب احنا شايفينه يعني أولا الحمد لله يعني مفيش يعني الحمد لله لأن الخطأ واحد يبقى كله التنسيق غل etti لا 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 فالحمد لله ما فيش أي اخطاء جدا وبعدين يعني الموقع برضو مؤمن كويس والطالب الطالب هو هو الطالب بيرجع تلو يقول لي ايه ما بيقولش كده بيقول لي أنا نسيت أكتبك اللاي أنا مكتبتهاش وبعدها برضو في حاجة يوسف به يا ريت الأسر ما تطلعتش على الطلب أحلى حاجة يعني إيه خش كلية كذا اسمع الكلام دايماً إحنا عندنا برضو لسه حيثة الأسماء موجودة الأسماء الراونانة ديات يعني برضو كليات طب بأنواعها الطب البشري طب الأسنان والصيدلة وطب بيطاري وخش هندسة بصح آه تمام فيه كليات المرة يعني وسيب الإبنك يدرس اللي هو عاوزه وهو لو درس اللي هو عاوزه هيتفوق فيه مش هيتعبك حتى في طلبة بيوصلوا بروحوا كلية غزباً عنه وبيوصل سنة أول أو تانية ويبقى ناجح فيها ويقولك أنا عاوز أحول كلية تانية وبتحصل وأنا لسه اللي عند النهاردة أحد يقولي ألمور مكلمني الود دخل كلية ونجح فيها قال لأنا مش عاوز يكمل في كلية دي فأنت سيب إبنك يعني أنت النصيحة مطلوبة انصح ويسيبه لو صمم مع الطالب على النواة كده سيبه ما تضغطش على الطالب سيبه يعني يختار براحته ولو اختار براحته ودرس كويس هيتطلع متفوق في كلية في أصلا في ساعات بعدين الطلبة برضو معلش فاهمين السوق أو كويس عننا كمان أصلا في ساعات أنواع بتبقى من الأبعاء التحديدة من الأمهات بقوا طيبية من الصح يقولك ده أنا طول عمري كان نفسي خش طب عم أنت ما دخلتش أنت ليه عايز الوادي خش طب ما تضغطش عليه أنا طلعه كان نفسي أطلع مهندس أنت ما طلعتش مهندس ليه عايز الولد يطلع مهندس هو مش عايز يطلع فيه ولاد أطباء مشهورين جدا ولاد مهندسين مشهورين جدا وما يبدرسك وأنا بحترم من الحتة دي يقولي يدرس اللي يدرسه ودي ميزة يعني هو لو درس اللي عاوزه مش هيتعيبك أنت كوليه أمر أصلا طلبت لو طردت في الدراسة يعني مش حال أصلا الدنيا هتبوز هو مش هيدي الدراسة حقها هو ما عندوش هذا الشغف وبعد التخرج برضو مش هقدر يعني ما عندوش شغف خلاص مش هقدر متفالي في المينة بتاعته فأنت سيب الواد يدرس كويس تيب ابنك يدرس كويس يختار انت أقوله انصحه اتكلم معاه قوله ده مزة إيه مزة ده إيه وعيب ده إيه وده مستقبله إيه ويسيبه لو صمم على الحاجة سيبه يدرسه يعني دي نصيحة منه لا داعي للضغط لأن احنا برضو خد بالك أوليها الأمور بستخسر مجموع الولد يعني حرام مجموعك كبير هتسيب المجموع ده وطرحك لا تسيبه انت نصحه وقوله انت طريق ده إزاي وهو حر يختار اللي هو عاوز بقى بعد المجهود اللي انت بزلته ده كله يا حبيبي وبعد ما جبت 93% عاوز تقولي انك هتخش حقوق ما تسيبه يخش حقوق يا حقوق يحش على واقع بمناسبة حقوق اللي انت ذكرتها الوقتي من حوال خمس سنين احنا طبعا قبل نعي النتيجة بنعمل تشيك كده يعني فالمهم اللي انه يعني طالب من العشر الاول عدى السنة والعام علوم فالكاتب اول رحبط حقوق فقمنا عاملين اتصال التلفوني رد علينا والده حضرك والد الطالب لنا والده حضرك التعلوم يعني وطلع من الاول وكاتب هو قال انا انا احنا هو احنا عاوزين يطلح يدخل كل تحقوق انا اقل قلقص فشوف هو فتخصص فتخصص القاضع يعني فانت سيب الولاي يدرس اللي هو عاوز يدرس بس يدرس اللي هو عايز بس طب انا دي ممكن عنتي سؤال هو ليه كلية الزراعة انا فاكر ايام كنتش بتاخد مجموك بيات لا الوقتي بقى معاليه كلية مهمة جدا 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 من ثلاث سنين بدأت بتاعلي خالص ولو الله اه في ثلاث سنين الاخيرة بدأت من ثلاث سنين بدأت حوالي 45 سنين كان كلية الزراعة معلاش قبال من ثلاث سنين بالظبط بدأت القبال علىvat بالتزايد وحد متزايد تزايد جدا جدا على كلية الزراعة برافو كبير جدا اقع طبعا على كلية التمريد وعلى حتيبات وزكاة إصطنعي الناس كلهم متجهلucking حاجاتEP الناس عقلياتها بدأت تتغير؟ الطلبة عقلياتها بتتغير الطلبة وانا الطالب زكي عيون يعني الطالب شاطر وزكي ده الولاد دول قرود يعني دايما الاسرة تسيب الولاد شوية يعني انت سيبه يقترر براحته الطالب داخل عالنته وعارفه ويمكن عارف كل التخصص ده هيطلع يشتغل ايه ويعمل ايه وكل حاجة فانت سيب الولاد الالديات والله العاطيم الطلبة دوله أحسن مننا كتير يعني صراحة هم فعلا جيل مذهل بصراحة ده رأي يعني اللي ضد يقول لك ده شوية تعال مش فاهمين حاجة لا ده والله العظيم حاجة تشرف والله العظيم شباب يشرف بأمانة ربنا